طبعا حضراتكم متابعين إنه إن شاء الله زي النهاردة كده زي النهاردة الخميس يعني هيكون رمضان أول يوم رمضان ربنا ده حضركم بالصحة وطلطة العمر ويكون صنى خلاص ويعني بنجهز دلوقتي للصحور صفراء دولة التلاوة رمضان بأصوات مصرية من مختلف دول العالم والأوقاف بتقول إن شهر رمضان المرتقب سيكون استثنائيا في تاريخ الوزارة وطبعا ده على قناة الناس يوميا في رمضان على قناة الناس ما ينفع الناس وصفراء دولة التلاوة حول العالم الحقيقة حاجة عظيمة لما لقي قرق مصر في ألمانيا وقرق مصر في إنجلترا وقرق مصر في اليابان وقرق مصر في أمريكا وقرق مصر في روسيا وقرق مصر في حقيقة يعني تشوفوا بيسموه المعايشة يعني من الحاجات اللي أنا أتمنى أن أنا أكون متواجد فيها المعايشة ليه فكر البرنامج نفسه والمعايشة ليه وصول البرنامج لحضراتكم بالتصور الواضح والمحترم اللي إحنا عايزينه يعني أنت بتتكلم على شوفوا اسم البرنامج نفسه صفراء دولة التلاوة أتلاقوا في كل دولة من دول العالم في شيخ مصري رايح بيرتب القرآن ويجود القرآن في هذه الدولة في كل دولة من دول العالم وده الحقيقة وزارة الأوقاف والأزر الشريف والحقيقة لهم منا كل الاحترام والتقدير بيقوم بدورهما في هذا الإطار وإنه يعني يعني أتمنى أن لا يقف حد رمضان يعني أتمنى أن يكون على مستوى العام كله في صفراء دولة التلاوة موجودين في كل دولة خير ممثل لنا في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر